موسيقى السلام عليكم مرحبا بكم تلاميذي الأعزاء إذن سنحاول أن نتعرف في هذا الشريط على مفهوم الخلية العصبية إذن بيّنت الملاحظات والمشاهدات وجود علاقة بنيوية ووظيفية بين الأجسام الخلوية التي رأيناها في المادة السنجابية والألياف العصبية المركزية التي رأيناها في المادة البيضاء والألياف العصبية المحيطية في العصب لتكون ما نسميه بالخلية العصبية إذن هذه الخلية العصبية سنحاول أن نتعرف على مكوناتها وسنحاول كتابة البيانات في البداية هذه التفرعات القصيرة نسميها تغصنات وتفرع أطول نشاهد بدايته يسمى محور عصبي يمتد هذا المحور العصبي ليحاط بغمد أو بغمدين ثم كل جزء من الخلية العصبية سنسميه إذن الجزء الأول الذي يوجد في المادة السنجابية يسمى جسم خلوي يتواصل بليف عصبي وينتهي بتفرعات نهائية أو بتفرع نهائي الآن كل جزء من الخلية العصبية يوجد في جزء من النسيج العصبي إذا رأينا سابقا أن الجسم الخلوي يوجد في المادة السنجابية والليف العصبي عندما يكون محاط بغمد دهني أبيض يوجد في المادة البيضاء والليف العصبي عندما يحاط بغمدين يوجد في الأعصاب أما التفرع النهائي فيتصل بخلية عصبية أخرى أو بعضلة أو بغدة إذن هذه تركيبة الخلية العصبية بجميع مكوناتها ومواقعها في النسيج العصبي نلخص الآن ما رأيناه حول تواجد الخلية العصبية إذن تعلمنا الآن أن النسيج العصبية تألف أساسا من خلايا عصبية هذه الخلايا العصبية تتميز بكونها كثيرة التفرعات هناك تفرع طويل يسمى المحور العصبي وتفرعات قصيرة تسمى التغصنات كما توجد خلايا مغذية وشعيرات تموية إذن تشتمل الخلية العصبية على جسم خلوي به نوات وعلى ليف عصبي بداخله محور سيتوبلازمي أو محور عصبي رأينا أن الجسم الخلوي يوجد بالأساس داخل المادة السنجيبية كما أن الليف العصبي يمكن أن يمتد داخل المادة البيضاء وكذلك داخل عصب شوكي أو عصب دماغي وسنرى لاحقا وظيفة الخلية العصبية إلى اللقاء في مسافحة أخرى إن شاء الله